اشتركوا في القناة بسقوط البلدة بالمجازر اللي صارت بنرجع 48 سنة لورا للسبعين لكانون الثاني ومنحكي عن هالمجازر اللي صارت وقداش فيه من ضحايا سقطت اليوم كيف منتصالح مع ماضينا كيف مننقذ ذكرتنا كيف منرجع هيك نرجع ننتعش لنعيش حياتنا بدون اي احساس بالزن باي مشكلة بتمرق بحياتنا اليوم بتردنا لمبارح كيف تعفينا قدي تحلينا بهذه المرونة النفسية تنوصل للي نحنا فيه اليوم بس بدي عزبك اذا بتريد تقرب شوية هنسمعيك اكتر اوكي تفضل لي ايه يعني اول شي اذا بديك هالكتاب مشوار نعم يعني ما منتعافة هيك يعني ما في سحر ما في انه بديك تمشي ولتمشي بدك ما في ايه يعني انا تعملته هالكتاب ما مشيت وحدة نعم انا مشيت وفي ناس مشيت معي وقبلت تعطينا سيقتها نعم و واللي صار اللي كان اللي سمح لهالكتاب يتم انا برأيي انه اول شي انا من منتضموش نعم وكتير مهم انه يكون في مسافة مساحة لتكون دينتك قادرة تسمع هلا انا عند الاختصاص طبعي وانا باحثة بس حضرتك معالجة نفسية نعم وانا شاغلة يعني انا عندي خبرة كتير كبيرة بالتروما انا شاغلة فوق العشر سنين بالمخيمات الفلسطينية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين عاملة كتير مدخلات على الارض مع الناس عاشوا التروما اللي كان بمصر الاقباط او من بعد تفجير الكنيس يعني هذه كانت مدخلة بونكتوال وكتير اشتغلنا على الارض قدام العنف الاجتماع اللي صار او العنف السياسة اللي بتمارسوا الدولة على المواطنين وكتير اشتغلت يعني الدول اذا بدك الدول وهي دا اذا بدك عنف معهم يخلص يعني مستمر مع الانسان وبشكل خاص اذا بقى نحكي عن لبنان حربنا ما خلصت ازماتنا ما خلصت جرائم ما خلصت وبعدنا عم نعيش تروما ورا تروما وازمة ورا ازمة وكيف رح نطلع من كل هذه الازمات المشكلة انه قصة هالكتاب دا ربطة هالأزمات انا هالكتاب بلشت بحثه ب2017 نعم وهو هذا الكتاب انا لقالي هو نص كتاب فينا نشوفه ايه تفدر نعم هيك تناخده نحنا كمان على كاميرتنا ونقدر او اذا بدك انت تكوني عم تحكي عنه متل ما عمشوف فيه انا عمشوف ابيض ما بعرف ازا بيبين على الكاميرا ايه هو باللغة الفرنسية كمان ايه يعني تقلك انه انا لقالي هالكتاب نص كتاب لانه ازا رحقول التايتل بالفرنسي بس لاصولو مساك خلا شوت دو لافيل انا لقالي كان التايتل غير كان لاصولو مساك خلا شوت دو لافيل كمبليكسيت دو غتوغ يعني كيف كان صعب يرجعو انا هيدا الكتاب واصل لسقوط المدينة نعم مع انه انا عندي كل المعطيات طبع كيف عايشوا دوامري بعدين بسوسيتي داكي يعني كيف كان وجودهم استقبالهم وكيف بعدنا كانت هيكلية العودة العودة نعم بس بما انه بلشت 2017 انا اشتغلت يعني اذا بتلاحصي بس تقرز اذا قريته الانترويوز الاغلبيتهم ان عملوا 2017 2018 2019 2019 حتى 2020 بعدين اه 2019 اشت الثورة طريت انزل على الشارع اه عملنا اه كان في زميلة قلب الايوبية عملت اسما بريجيت خوري عملت خيمة الدعم النفسي ونحنا حضرنا الصوار اه تحت اه حضرنا يعني اكيد بشكل جزئي يعني ما عملنا علاج بس كنا هون عملنا حلقات حوار اجا اربع قاب طرينا ندخل بالشارع طرينا ندخل بعدنا بالأبخيكوديو دخوماتيزم دوك انا الدمور جمد وبعد اربع قاب عملت بحث مع زملة لقلي بمغيال واصلوا نطلع العواقب طبعا الصحة النفسية طبعا اربع قاب وبدنا نقدم النتايج بجناف لحقوق الانسان دوك الواضع متما هم تقولي انت الازمات المتراكمة العنف المتراكم ما بيسمحلك انت كباحثة تاخد المساحة اللي انت بحاجة إلا لا تكتب التاريخ ما انت اليوم دايما في غير اكتيفاسيون دروماتيك نعم لقلنا ما انا كمان بهالبلد اليوم كمعالجة نفسية تكتب التاريخ او كمؤرخ وباحث يكتب التاريخ قدي بتفرق الشغلة هلا راح اوضح الشغلة انه انا مني مؤرخة هيدا اول كتاب بيكتب التاريخ من ناحية التحليل النفسي دوك يعني اليوم انت مع اهالي ضحايا اه يعني هيدا الكتاب اذا بديك بلشتنا ناخد شاهدات حية نعم ومتلعم طولي 48 سنة يعني لسوق الحص في مرأة حوارتها ماتت طولي على الكتاب ما قدرت تقدم لي لأنه يعني اليوم كل لحظة كل حدا مننا بده يعمل هالعمل نحنا بي كيف ديك شي عكس الساعة منمشي لأنه بعدين مين عندك ولاد الأشخاص اللي اتعرضت انت زبك تاخد شاهدات حية يعني اتنور نفر انا جمعت شاهدات والحلو بي هالكتاب يعني لازم يعرفوا الكل انه في الناس اللي عاشت بالضمور واللي عاشت المساك والأتاك وكل شي وحوارت الناس اللي هجمت على الضمور دوك هيدا كتاب عاطي حقه للكل نعم بمحل لأنه ما في كتاخت الحقيقة أو القصة من محل واحد ومن زاوية نعم في أطراف وكل الأطراف شاركت بي هالكتاب وانا عن جد بتشكر كل حدا عاطيني السقة طبعا وعاطيني هالمسا حيخبرني وكتير عمل يعني تشتغلنا هالكتاب عملنا يعني أنا قضيت قيامات عم نبرم تاقدر شوف وين صارت القصص وكيف تم الهجوم وكيف صار كل شي دوك كان عمل ميداني عمل مع الناس عمل مع كتب لانو انت اليوم بديك ناس عاشوا غير مجازر بالعالم لتقدر انت نحنا مش الله خلقنا وكسر القلب ما العالم نحنا بأمانيتا كلها مضطربة وفي ناس عامل دراسات عمجازر قبل مثل المحارق كله يعني في وهالدراسات بتسمح لنا يعني كيف دالك نستقطب منا فنقدر نحنا كمانا نغني الليتراتور تبعيتنا دوك دايما هل كان فيه مثل جيمناستيك رياضة بين وقعنا نحنا والمساحة اللي أخدناها تنقدر نرجع على الواقع تبعنا دوك استعرت من إذا بدك مو بسيكاناليست مو حللين نفسيين نفسيين عالميين نعم خبرتهم مع الترومة وكيف دالك توصيقهم للترومة من ناحية تيوغيك من ناحية تيوغيك نظرية تقدرنا شوي نغني هالكتاب وفي كتير ناس بيقول ولو ليه بالفرنسا ليه مش بالعربي قللهم يا جماعة طب ما أنا ما في أكتب بلغة الترومة وفي حدا محلل نفسيين يعني فيه صالحات صعبة تحتية لا لأنه أنت اليوم هاللغة الرو يعني كيف دالك مثل النية هيك كلها المجزرة أنا بحاجة أقرب لغة أخرى واستعين بلغة أخرى تنقدر هيدا فيه محللة نفسية اسمها جانين ألتونيان هي عاشت أهل عاشوا المجزرة الأرمانية ما قدرت تكتب على المجزر وتحت حللها إلا بالفرنسا وخبرت قدامه مهم كانت تستعير اللغة الفرنسية لتاخد مساحة مع لغة الترومة دوك هيدول قصص يمكن هيك الكرامزيات هيدا بس أنا كمان كل الباكراون تبع الكراءات أصلا حتى بيه تاريخ لبنان الناس اللي أخدت منهم كمال جنبلات كتبوا بالفرنسا سمير قصير كتبوا بالفرنسا يعني كتير ناس هلقدي أسهل عليك وكميل شامعون كتب بالفرنسا يعني ما تكون اللغة أو اللغة الأصلية أو متل ما قلت متل ما بنعرف بالمواد الأولية قديش الأمور بتكون هلقدي بالصناعة بدأتكون مؤصلة ولسوق الحظ كل اللي كتبوا عن تاريخ لبنان مش سوق ما كتبوا حسن الحظ لا كتبوا بالفرنسا نعم ما كتبوا باللغة العربية يعني عندك ألامي ناغ صحافي إجا وكتب مثلا إذا بتشوف مذكرات يعني يعني كاتب دو طوم مين كتير كبار عن شو اسمه لسوك خد لجارة لليبان بعتاد هيك اسمون دوك يحور تنتأك التمناطيون يعني هالحرب حتى كتاب اللي مثلا منصور لبك كان الخور بوقت طبع الدمور كتابه اللي كاتب عنه إفلين مسعود كمان بالفرنسا دوك أمين معلوف كاتب بالفرنسا أنا إخدا يعني من كذا حدا كاتبين بالفرنسا وكم يعمل الكامير شامعون إلى آخره حتى كتاب جوزاف سعاد فيكتيم إبوغو مكتوب بالعربي بس أنا اللي ساعدوني يعني هايدي كانت مصادر بحثيك مصادر بحثي كانت كلها مكتوبة تقريبا كلها باللغة الفرنسية نعم تنوصل من بعد ما كتبت هذا الكتاب قدين إحنا فعلا منتعلم من تجربة الماضي لكن لا هلا ما متعلم ما شايفين الوضع يعني ما ما متعلم أبدا اللي شاركوا الحرب رح يكونوا هن مشاركين بالسلم مش ممكن مش أصول نعم مش أصول يعني غير أنه يعتذروا ويقدروا يعملوا يقدموا تعويض أو يمتسلوا قدام القضاء يعني بمحل معين هيك بيكونوا بيشاركوا بالسلم لأنه نحنا سياسة اللاعقاب هي اللي اللي عم بتخلي كل شي يتكرر ويكف يعني هلا أنا رح فوت إذا بدك بي أنا يعني أنا هون من عرض عقاب أو كيف بدلك اقتراحات أنا اليوم كتبت هالكتاب وعم بسلمكن يلك لكم نقلت وقائع وتحليل من ناحية يعني كفي ناس بيقولوا شو رأيك بيقولون أنا منعتي رأي أنا عتي نحنا منعليز الديسكور يعني أنا محللي الكلام منع هيدا لأنه هذا كتاب سيونتيفيك علم هذا علمي 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 يعني كله فيه وقائع وهكي مش ناك مهم علمي يعني مش إنه في شو اسمه ما في شيفخ يعني مش إنه فيه هذي 30% مش علمي بهال ما في تحليل اليوم كباحثة وحكيتني عن التحليل النفسي ما في تحليل نفسي ما في في تحليل نفسي بحالة من الحالات مثلا بتقدري تضوي على هالوضع وتقولي كيف طلع الإنسان من أزمته كيف تحلى بالمرونة النفسية اللي خليته يشفى لأنه في حال لا لا أنا هون في جراح في جراح إيه بردون أنا هون مثل ما قلتلك وصلت على محل سقطة المدينة أه الشفاء لألك مفروض يكفي بهات بالطوم دو يلي نقدر نحكي أنا واصفة نفسيا شو كان الوضع النفسي طبع الناس تقدروا يعملوا هالسلوك أو هالتصرف أو أو مثلا إن كان الشخص اللي هاجم أو الشخص اللي ضحية اللي قدر دبر حاله أو ما قدر دبر حاله اللي فرط أو ما فرط هيدولي كاتبة شو بديليك امباكت الترومة عليهم يلي قدر خليهم يتصرفوا أو بأي شكل إلى آخرها أو محل الخوف أو شو محل الكراهية أو يعني فيه قصص إيه أكيدة ممكن يكون قلو كمان ملحق يتبعوا كتاب تاني يعني هو تيكملوا لازم يطلع كتاب تاني هو يعني تقللك صراحة مكتوبين الشابترات حطتن مقصمتن حتى الانترفيو مفرغتن ومعبيتن مع التحليل الملين بس ما شبكتن ومعندي وقت إيش بكون يعني إلهم مشبكين وجامدين شي سنتين لأنه كت عم بشتغل بغير قصص وعننا حياتنا وعند الباسيونت أبعولي وأنا بعلم بالجامعة يعني وعم بشتغل ع هديك الرشاش ووقتك دايق يعني بديك تتفرغي بديك تتفرغي وبالنهية أنا هيدا بدرت أعملت مبادرة فردية أنا هيدا كتاب توقع الكتاب تم توقيعه بتماني بتماني أدار هو يعني ما فإذا قلت إنه دار النشر سائر مشرق نعم دار سائر مشرق هو الإديتار يعني لهيدا الكتاب وأنا بدي أتشكره يعني التوقيع صار بتماني أدار يعني نقائنا تماني لأنه هو نهار العالم للمرأة وهي مرأة لبنانية بالنهاية كتبت هالكتاب نعم ودا في من نساء كمان أخذت منهم أحاديث كتير بالكتاب ونساء يعني أمفكر فيهم وحدة وحدة هلأ وبدي أوجه لهم تحية لأنه جرح كل واحد منهم كتير قاسي وعنجد بتمنى الناس تقرأ لأنه بمعنى أنه أول مرة عطينا الكلام والحق يعني أول مرة بكتاب في حدا بتقليله أو بتقليله مظبوط صاروا معيك هالقصص وبتستاهل ينكتبوا وبتستاهل الناس تعرف شو صار فيك أو شو صار فيك أو شو صار بعيلتك وأنا لو بقدر بتمنى أقدر كون يعني تصرعت مع نفسي أنه اكتب أسامة كل الناس اللي ماتت بس ما فيك لأنه أول شي ما فيك تحصريهم وأنا حكيت كم إنسان يعني كيف بعرف بهذا ما بعرف بهذا ما أنه شغلة يعني هيدا شغلة الدولة مفروض شغلة البلدية شغل حدا التاني طرف يعني هيدا مبادرة فردية إمتي فيها اليوم ليكي عن جد كيف يحدا دياميك بفكرتك أبدا فكرتي هاي فكرتي نعم في كتير ناس دعموني مواجهتلون شكر فيه شي ست صفحات شكر لأنه أنا يعني أول حدا بلش كان دكتور فؤاد أبو نادر أعطاني أرقام إنه هدي حكي فيه هيدا وبلشت تتكر المسبحة يعني حكيت حدا رجع حدا خلي أعطاني أرقام حدا رجع حدا أعطاني أرقام حدا وبلشت الزيارات وصار كل حدا يعني آخر شي لقيت حالة بفخ 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 مهدوم يعني بس إنه أوزل مثلا روح على قديس الدمور كل سنة لأنه كمان حورهم طب وين بدي أختف لازم إجي لأنه عادي كمان عيلاقة ثقة إنه إنت ما أخدتش هلقت ثمين وبتخطفي ما لك حق نعم مفروض تعرف إنه إنت بعديك عم تشتغلي بس أفات ما كنت عم بيطلع يعني كنت خلس إخر شي عملت وجه عدمير مش نيك قررت طلع اللي بسميه أنا مش نص كتاب بس الجزء الأول خلينا نقول بقى روح يقول أكتب في قصة مرة هوني يعني هيك رح عاطي جزء عنا مش للقصة إنه اسمها مونا رزق وي عاطي اسمها بقى عم من كتبت مقال بالأوريان لجور طلع بوقتها عن إنه كيف المجزرة نعاشت بجسمة لمونا وكي بقى كتبت هيك بروح على الديس بيقولوا عم بيقولوا إيه كتبت عن مونا بالأوريان لجور بيجي حد بيقول لي هو الأنقذة لمونا كيف أنت أنقذت لمونا إنت أنقذت لازم أحكيك وجعنا عملنا بذكر لأنه مونا مانا باللبنان يعني سلسلة صار في ناس معلق بعضها سكايب انتربيو أنا ويا وياها تنرجع سوا نستجمع القصص وأكد إنه هل هي بتوافق عن هو شو بيقول وهل هي بتلاقي إنه مزبوطين هل هي كتبت عارف عنه بس أنا ما كتبت عارف عنه قبل بقى جعت زدته إذا بتشوف الانتربيو تتبعوا للزلمة سليم ما بعرف وين بدي لقيها يعني بالإذن تقول لك لأنه لازيز تشوفك كيف القصص انشغلت يعني قدي اليوم منحس حالنا قدرين نحكي عن عن ترومة مرأت بحياتنا لما نوصل لهيد المرحلة منكون تماثلنا للشفاء أو لحظة رحقلك سوري أنا إذا أنا حسب حكي معا بقاب 2019 نعم الانتربيو معه ومعه كان بـ 2023 أو يعني خيريا أول انتربيو عملته معه وبيت أنا أتواصل معه كل الوقت بس أنا كتبت عنه بـ 19 كتبت معه لا أخدت الانتربيو نعم بس أنا بـ 20 جنفية 23 كنت كاتب مقال عنه مه التقيت بالمسيور جاعت كملت المعلومة مه وهيك صار كتير أحداث مع أنه متاع أكتب مقال يقول لي لمجزرة الدمور ما أنا سلفة كان هونيك أو ما بعرف مين كان خلي أنه خليك تحاورة وهيك كل مرة رجع زيد شبتلون خلاص ما تعرفون على حدا ما بق فيه ما بق بدي لازم سلمه لأنه حرام يعني تكون حقيهية في كتير ناس يمكن ما نعطيها حق بس ما فيه قديش في حقيقة كله كله حقيقة كله حقيقة لأنه اللي عملته أنه كل حدا عطاني كده التيمونياج تبعه شاهدته شاهدته قرنته يعني حتى الناس اللي بوجه بعضون بيلولي هيدول قتلوا وقللهم هل مظبوط أنتوا قتلتوا هالشخص يقولولي مظبوط يعني كل وقائع نعطت من طرف أكدت من الطرف الآخر وكان مشوار يعني بين الأطراف مشوار لذيذ يعني لذيذ ويعني أنا بحب البحث بسيوني كانت وكتير حلو وبدأيقول شغلة للناس يمكن ما بيعرفوا الأرشيف طبع الصحاف الفوتوغاف المصور اللي فاتوا صور المجزرة وشتريت نشر 13 صورة من هوني للكامير ل بقلب الكتاب موجودين صور المجزرة فات الشخص على الأرض ولقيت كمان الصحاف اللي فات معه وحوارته عمره 85 سنة ألماني كمان يعني وكان هيدا شعور كتير قوي انه وف واو تسريل يعني انه السور خلوني اقول مظبوط كل شي خبروني وحكي للصحاف يعني كمان مظبوط لكن هقته فات هو قبل آخر نهار أو فات على السقوط هو ما فات يعني قدرت شوي كله كان مترابط ببعضه كله حسز يعني هيك كل من خيط لخيط لخيط مثل يعني للأسف ما جزرنا ما عم تخلص والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب اللبناني وغير شعوب أيضا اليوم منشوف بغزة الشعب المتقلم منشوف بالجنوب حربنا ما عم تخلص ومنشوف لبنان مهدد دايما قدين احنا قادرين نحمل لنقدر نكمل تنلاقي مستقبل بس أنا بديقليك شغلة أنا ما بحب فكرة الضحية يعني اليوم في حروب عم بتصير بإيدنا كمان ونحنا فينا يكون من نختار نتفديها يعني مفروض كنا صرنا نتعلم انه من بعد كل شي عم بيصير انه الثمن الإنساني ووقع الصدمات نحنا واجبنا نتفديها مش واجبنا نقججها بقى أنا بمحل في مسئولية اذا في حرب في كمان أدوات للسلم وفي عنا سؤال اللي الناس ما عم تستخدم تستخدمها هيدول الأدوات كل الحروب اللي صارت بتخبرنا انه الثمن باهز جدا اذا بتشوف حتى بإكران شعن بيصير الثمن باهز اليوم نحنا لازم نوصل على محل نصير كيف تقولك روات سلام ويكون عنا قنوات ديبلوماسية لحل النزاعات نحنا أنا موقفة ضد الحرب حي الله حرب حي الله هيدا ونحنا عم ندفع اليوم ثمن وصار وقت نتكتف كلنا تنقول لأ من أربعة آب التفجير نحنا في مين اقترفهم بقى نحنا كمان كشعب صار مفروض ناخدهم هالكتب وهيد كتب وغيره وغيره تناخد موقف وتنقول لأ وستوب وخلاص تنقدر نشتغل موقف تنقول لأ وهيدا موقفنا ويكون القرار بإيد القضاء اليوم يكون في عدالة كمان هالناس وحقائق تكتشف وناس تحاسب على جرائم اللي ارتكبت بحق الآخرين أنا بدي أشكرك مرسي لكم على الاستدار على حضورك مانا على هالكتاب المميز اليوم بواقعه بأحداثه الحقيقية لأنه دايما منقول قديش انطلاءا من واقع ومن حقيقة قادر الإنسان يجتاز هذه المراحل ويتخطى كل هذه العراقيل والصدمات اللي عيش بحياته ليكمل بصحة جيدة بصحة نفسية جيدة أنا بدي أشكرك زينة زير بالاختصاصية بعلم النفس العيادة المعالجة النفسية والأستاذة المحاضرة بجامعة القديس يوسف شكرا لحضورك معنا اشتركوا في القناة